اشتركوا في القناة ياسين والقرآن الحكيم اول سؤال عندي بيقول لي اكمل الى قولي تعالى ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الازقان فهم مقمحون تعالى نفتكر كده مع بعض قال الله تعالى انك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الازقان فهم مقمحون دي كده الايات اللي كان عايزني اكملها بيقول لي هات معنى ياسين معنى ياسين انسان ويقال انه محمد صلى الله عليه وسلم والمقصود بسراط المستقيم والسراط المستقيم هو الطريق الصحيح الذي لا اعوجاك فيه وهو طريق التوحيد معنى اغلالا اغلالا اي قيودا عظيمة تجمع اليد الى العنق طب بيقول لي لماذا سميت صورة ياسين بهذا الاسم لانها قلنا بتبدأ بالياء والصين تاني سؤال بيقول لي اين نزلت صورة ياسين ومتى تعالى نفتكر مع بعض كده احنا قلنا نزلت امتى وفين نزلت في مكة فهي صورة مكية ونزلت قبل الهجرة تسألني ما المقصود باهل القرية كما ورد بصورة ياسين زي ما عرفنا في صورة ياسين اهل القرية هم اهل قرية انطقيا من الذي جاء يسعى ولماذا طبعا الرجل الذي جاء يسعى من اقصى المدينة هو حبيب النجار وجاء لكي ينصح قومه وينهيهم عن ايزاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول السلاسة الذي ارسلهم الله عليهم ويدعوهم الى الايمان طيب تعالى دلوقتين نبتدي كنا نتعرف على احكام التجويد الحكم اللي كان عليك بيقول لي ما القلقلة ماذا تعرف عن القلقلة يلا بينا نفتكر مع بعض كده هي الطراف في الحرف الساكن عند النطق به يبقى ايه هي قلقلة هي الطراف في الحرف الساكن عند النطق به طب يترى ايه هي حروف القلقلة اللق القاف والطاء والباء والجيم والدال وتجمع في كلمة قد بجد عندي سؤال اكمل بيقول لي انواع المد طبعا زي ما احنا عارفين انواع المد هو مد اصلي ومد فرعي طيب نبدأ مع بعض السنين كده الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة طيب الحديث ده بيحسيني على ايه بيحسيني على طلب العلم فربنا سبحانه وتعالى جعلوا طريق الى الجنة طب يقول لي ما معنى سلكة وما معنى يلتمس سلكة يعني اتخذ وصار ويلتمس اي يطلب خلي بالك ممكن يقول لي بدل كلمة ما معنى ممكن يقول لي فسر في الايات فاخد بالك من الالفاظ اللي تبقى متشابهة عندي سؤال كيف شجع الرسول على طلب العلم طبعا زي ما عرفنا مع بعض شجع الرسول على طلب العلم بأن جعل من يسلق طريقا لطلب العلم يسهل الله له طريقا الى الجنة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف من سلق طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال زرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وأنعله حسنا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس طيب يا ترى إيه معنى مسقال وكبر وغمط طيب مسقال أي وزن ومقدار طيب كبر عظم وتجبر طيب غمط احتكار يبغمط يعني إيه احتكار بيقولي إلى ما يرشدنا الحديث الشريف يعني ماذا يدعونا الحديث الشريف طبعا بيدعونا الحديث الشريف إلى المظافة وحسن المظهر وأيضا يدعونا إلى الاهتمام بالملبس من السياب والنعل يعني النعل وعدم التكبر على الآخرين وعدم إنقار حقوق الناس واحتقارهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا طيب تعالك لنشوف بقية الحديث إيه بيقولي أكمل إلى نهاية الحديث إيه برحم الله رجلا سمحا إذا بيع وإذا اشترى وإذا اقتدى بيقولي ما معنى سمحا سمحا أي سهلا وإقتدى معناها طلب حقه أو دينه طيب إلا أي شيء يرشدنا الحديث الشريف طبعا من الحديث الشريف كده يا طرى بيرشدنا إلى إيه أو بيدعونا لإيه إحنا تعرفنا من الحديث إن رحم الله رجلا سمحا سهلا لينة في التعامل مع الناس أي بيرشدنا الحديث هنا إلى وجوب السماحة في كل التعاملات المسلم في البيا والشراء وحتى إذا طلب حقه أو دينه تمام؟ إيبا الحديث الشريف هنا بيرشدنا إلى وجوب السماحة في كل تعاملات المسلم سواء في بيع أو في شراء أو حتى لو كان لي حق أو لي دين فلازم أن هو يطلبها بسماحة بطريقة سهلة ولينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر يقولي أكمل إلى نهاية الحديث الشريف طبعا يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر هذا معنى لا تعسر لا تعسر المقصود بها أي لا تصعب ولا تشدد إلى أي شيء يرشدنا الحديث الشريف طبعا الحديث الشريف زي ما عرفنا بيرشدنا إلى السهولة واليسر في التعامل ويرشدنا أيضا إلى شيوع روح التفاؤل والبشر بين الناس إذا كده بيرشدنا إلى إيه نقولها تاني مع بعض السهولة واليسر في التعامل في الحياة وشيوع روح التفاؤل والبشر بين الناس يقولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إصراف ولا مخيلة تاني كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير إصراف ولا مخيلة طيب في البداية كده بيقولي ما معنى إصراف وكلمة لا مخيلة إصراف احنا وقدنا قبل كده كتير معناها تبزير أو ممكن أقول تجاوز للحد طيب لا مخيلة أي لا فخر ولا تقبر على الناس طيب بيقولي إلى ما يرشدنا الحديث الشريف طيب يرشدنا لإيه؟ طيب كده ناخد بالنا كده من معاني الحديث مع بعض أن نأكل ما نريد ونشرب ما نريد بس دون إيه دون إصراف وأن نتصدق على الفقراء وأن لا نتكبر ولا نتفاخر على الآخرين وأن لا نبذر في الإنفاق يبقى تاني يبقى نأكل ما نريد ونشرب ما نريد بس برضو دون إصراف وأن نتصدق على الفقراء ونساعدهم وأن لا نتكبر ولا نتفاخر على الآخرين وأن لا نبذر أو نصرف في الإنفاق كمان نلبس الملابس الحسنة ولا نتفاخر بها يبقى لنا أكون نلبس ملابس حسنة ونظيفة بس دون تفاخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجلا يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له ما معنى أخره أخره المراد بها أبعده عن طريق الناس إلى أي شيء يرشدنا الحديث الشريف يرشدنا الحديث الشريف طبعا زي ما احنا متعودين إلى حق الطريق وإماطة الأزع عن الطريق والحفاظ على نظافة البيئة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو باهيمة إلا كان له به صدقة صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ما فيش أي مسلم يغرس غرسا يزرع شجرة أو يزرع زرع عادي فيأكل منه طير أو إنسان أو باهيمة إلا هو الحيوان إلا كان له به سواب الصدقة وإحنا عارفين أن الصدقة دي هو ما يعطى للفقراء تقربا لله ولا سواب عظيم عند الله طب يقول ما معنى باهيمة إحنا لسايدانها باهيمة معناها حيوان إلى ما يرشدنا الحديث الشريف بيرشدني إلى أهمية وثواب العمل الصالح وحس المسلم على عمل الخير كمان الرفق بالحيوان كمان الحفاظ على جمال البيئة ونظافتها بالإكثار من الزراعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه ما معنى يحتطب؟ معنى يحتطب أن يجمع الحطب وحزمة المقصود بها أو المراد بها هي ما يجمع وربط من كل شيء إلى أي شيء يرشدنا الحديث الشريف؟ الحديث الشريف يرشدنا هنا إلى مكانة العمل عند الله سبحانه وتعالى وضرورة العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتمه فافتروا فإذا غم عليكم فصوموا ثلاثين يوما طيب بيقول ما معنى غم عليكم أي لم تروه بسبب غيم أو ضباب طيب يقولي متى فرد الصيام وبما يزبط الصوم طيب أنا عارفة أن الصيام فرد إمتى؟ فرد في السنة الثانية من الهجرة طيب بما يزبط الصوم أنا عارفة أن هو بيزبط الصوم برؤية هلال الشهر طيب إحنا عارفين أن إحنا في شهر شعبان منبتدي نستطلع الهلال من يوم تسعة وعشرين شعبان فإذا رأينا الهلال فسوف نصوم وإذا لم نرى هلال شهر رمضان فبالتالي هنكمل شهر شعبان طيب لازم بقى أنا حبتدي أستطلع رؤية هلال شهر رمضان من رجلين أمينين صادقين يعني رجلين معروفين بالأمانة والصدق طيب إذا ما كانش رجلين أمينين صادقين يبقى من رجل وامرأتين برضو أمينين وصادقين يعني لازم برضو يتصفوا بالأمانة والإيه والصدق من أداب الصوم أول حاجة عندي تعجيل الفطر أي نعجل بالفطور ثاني حاجة عندي تأخير الصحور أي نؤخر الصحور ولا نتصحر مبكرا وطرق القبيح من الكلام والإقصار من تلاوة الكرآن الكريم والصلاة والاستغفار أثناء شهر رمضان ومساعدة الفقراء والمحتاجين وإتقان العمل الله سبحانه وتعالى لا يحب الكسول ورمضان ليس شهر كسل بيقولي كيف تمر الجبال ونحن نراها ولا تغير مكانها تاني كيف تمر الجبال ونحن نراها سابتة ولا تغير مكانها طيب إحنا متفقين مع بعض إن الجبال بتتحرك مع حركة إيه؟ مع حركة الأرض فبدأ يقولي تمر الجبال ونحن نراها سابتة مكانها حيث إن الجبال لا تتحرك من تلقاء نفسها ولكن أرض هي التي تتحرك فهي تدور حول نفسها وحول الشمس فبالتالي الجبال تتحرك مع حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس في إخراج النبات من الأرض دليل على البعث وضح ذلك طبعا زي ما احنا أخذنا مع بعض حيث كان النبات حيا ميتا غرسها الإنسان في باطن الأرض حيث كان النبات حبة ميتة غرسها الإنسان في باطن الأرض يعني النبات في البداية كان عبارة عن حبة صغيرة نراها كأنها ميتة غرسها الإنسان أي زرعها في باطن الأرض فالحبة تنفلق وتخرج إلى حياة جديدة تحمل الحبوب يعني الحبة الصغيرة اللي احنا بنراها من بعيد كأنها ميتة عند غرسها أو عند زرعها في باطن الأرض بتخرج لنا الكثير من الحبوب وهذا دليل على إخراج الحي من الميت والبعث ما هو إلا إحياء بعد الموت مما فهوم العبادة لله طيب إحنا اتفقنا أن مفهوم العبادة بيشمل كل شيء في حياة الإنسان فيشمل ما فرضاه الله علينا من عبادات ويشمل كل حركة الإنسان العلمية في الحياة على من يجب الصوم؟ طبعا زي ما احنا عارفين يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل القادر على الصيام ماذا قرر كفار مكة عندما علموا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه متجهين إلى مكة؟ يترى قرروا إيه؟ اتفقنا أن هم أجمع الكفار رأيهم على منع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة والمسجد الحرام لأداء العمرة طبعا احنا عارفين أن الكلام ده كان في شهر زي القعدة في السنة السادسة من الهجرة ما شروط صلحة الحديبية؟ طبعا احنا عارفين أن هناك أربع شروط لصلحة الحديبية أول شرط منهم أن تكون هدنة بين الطرفين مدتها عشر سنوات وأن يرجع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا العام ويعودوا العام التالي لأداء العمرة طبعا زي ما احنا عارفين أن هم كانوا ذاهبين أصلا هو وأصحابه عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية في منامه لكي يؤدوا مناسك العمرة وهناك من شروط صلحة الحديبية أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هذا العام ويعود مرة أخرى هو وأصحابه العام القادم لأداء مناسك العمرة وسال الشرط عندي من شروط صلحة الحديبية من أحب أن يدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه ومن أحب أن يدخل في حلف قريش دخل في رغوب عشرت عندي إن إذا جاء أحد إلى محمد من قريش ردوا إليها ومن جاء قريشا من أتباع محمد لا تردوا يولي ما أشهر الأعمال التي قام بها عثمان قبل الخلافة وبعدها طب إحنا عارفين أن عثمان هو المتحدث أو الذي كان مسؤول عن المفاوضات بين المسلمين وقريش من أجل الدخول إلى المسجد الحرام لأداء العمر طيب وعرفنا أنه هو تولى الخلافة في سن السبعين من عمره بعدما استشهد عمر ابن الخطاب طب يترى ما هي أشهر الأعمال التي قام بها عثمان قبل الخلافة وبعدها طب من أشهر أعمال عثمان كان أول الناس إسلاما بعد أبي بكر مش بس كده كان ينفق من ماله في خدمة الدعوة الإسلامية وكان يميل إلى السلم في المفاوضات مع التمسك بالحق كمان جهز جيش العسرة من ماله الخاص وجمع الناس على مصحف واحد تعالوا نقولهم تاني كده مع بعض يبقى كان أول الناس إسلاما بعد أبي بكر فكان شديد الإيمان وتعذب أو أصابه العذاب الشديد من كريش وقلنا أنه هو هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة فهاجر هجرتين طيب تاني سفى ليه أو من أشهر أعماله كان ينفق من ماله الخاص في سبيل الدعوة أو في خدمة الدعوة الإسلامية وكان دائما يميل إلى السلام في المفاوضات بس بشارت مع التمسك بالحق كمان جهز جيش العسرة من ماله الخاص وجمع الناس على المصحف واحد وهو المصحف الذي نقرأ منه الآن رابعا قصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر ولدت في العام الرابع عشر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمت من أبيها الشجاعة في القول والعمل والأمانة والصدق في الحديث وعفة اللسان طبعا دي صفات أسماء بنت أبي بكر بيقول لماذا كان عم الزبير ابن العوام يحقد عليه احنا عارفين ان هو ليه كان بيحقد عليه لأنه اتبع دين محمد وآمن بدعوته لماذا بارك الرسول صلى الله عليه وسلم زواج الزبير من أسماء طبعا احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علم بزواج الزبير ابن العوام من أسماء بنت أبي بكر رحب بهذا الزواج وهذا لأن أم الزبير كانت عمت الرسول صلى الله عليه وسلم والعوام ابن خويلد أخو السيدة خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الزواج رأى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية الصلاة بين المسلمين الأوائل كيف كافأ أبو بكر الزبير على صبره وإيمانه احنا فاكرين كويس قوي ان أبو بكر بدأ يفكر ازاي هيكافئ الزبير على صبره وإيمانه قلنا هيعمل ايه زواجه ابنته أسماء أما أسماء فلم تكن تتجاوز نقط من عمرها عندما أسلمت طبعا احنا عارفين أن أسماء كانت لم تتجاوز الرابعة عشر من عمرها يعني كان عندها 14 سنة وكان ترتبها السابع عشر من بين من أسلم من الرجال والنساء معا وليس ترتبها من من أسلم من النساء فقط ولكن من الرجال والنساء معا كانت ترتبها السابع عشر لماذا كانت أسماء تذهب إلى مكان اجتماع الرسول بالمسلمين متخفية؟ طبعاً ده خوف من إزاء المشركين لها وحتى لا يعلموا مكان اجتماع المسلمين ما يرد الأمانات إلى أهلها وأسماء كانت تأتي بالطعام في نطاقها للرسول ولأبيها أبو بكر بس إحنا عارفين أن أسماء كانت مسؤولة على أنها توصل أو أسماء تأتي بالطعام في نطاقها للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبيها وكان يصاحبها أخوها عبد الله يتتبع أخبار المشركين وكان يوصل هذه الأخبار إلى الرسول ولأبيها أبي بكر مش بس كده كان عندي دول لعامر بن فهيرة عامر بن فهيرة كان بيرعى الغنم وليطمس أثر الأقدام وكمان كان عندي دول لعبد الله بن وريقت وهو الدليل الذي سيضحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويأبو بكر إلى يسرب أو إلى ما تعرف الآن بالمدينة من الذي أطلق على أسماء ذات المطاقين ولماذا؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أطلق عليها ذات المطاقين وسميها بذلك لأنها أرادت أن تعلق الصفرة والثقاء عند رحيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأبيها ولكن لم يكن معها ما تربطه به ففكت نطاقها وشقته إلى نصفين وربطت بأحدهما الصفرة وبالآخر الثقاء أي الشراب وهي تفعل ذلك فقالها لها الرسول صلى الله عليه وسلم أبدالك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة وطبعا النطاق هو ما يربط من الحزام في وسط المرأة طيب دلوقتي أنا أعرض لليكم نموذج للمتحان بتاع نصف العام وده شكل الامتحان أنا حديكوا كده مسلي بيقولي أولا الكرآن الكريم قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون طيب يقولي أكتب مما تحفظ إلى قوله تعالى بل أنتم قوم مصرفون تعالى كده نفتكر مع بعض الآيات قال تعالى قالوا ربنا يعلموا إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون صدق الله العظيم طبعا حاخد بالي من النقط والهمزات وطريقة الكتابة بتاعت المصحف حتى لو كتبت زيها لازم تاخد بالك أن فيه ألف بتبقى موجودة لازم تكتبها بالطريقة العادية خد بالك من كل أخطائك الإملائية وإنت بتكتب الآيات طيب نشوف مع بعض الأسئلة بيقولي تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين أو السؤال عندي أصحاب القرية من هم أصحاب القرية؟ طبعا أصحاب القرية زي ما احنا عارفين هم أهل أنطقية تاني سؤال عندي أرسل إلى القرية الله سبحانه وتعالى أرسل إلى القرية رسولين أم ثلاثة رسل أم أربعة رسل طبعا احنا عارفين أرسل إليهم رسولين وعززنا بثالث يعني ثلاثة رسل يقولي ما موقف أهل القرية من المرسلين تعالى نفتكر مع بعضي كده احنا عارفين انهم عملوا ايه كذبوا الرسل السلاس وقتلوهم يبقى ايه موقفهم من الثلاث رسل كذبوا الرسل السلاس وقتلوهم يقول لي أكمل ما يأتي حروف القلقلة مجموعة في كلمة طبعا نحن عارفين حروف القلقلة مجموعة في كلمة وهي كلمة قطبة جد ثانيا الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مسقال زرة من كبر قال رجل إن الرجل يحب أن يكون سوبه حسنا ونعله حسن طيب بيقول لي ما مرادف مسقال ونعله طيب مسقال يعني وزن ومقدار أما نعله أي حزاؤه طيب بعد كده بيقول لي أكمل إلى نهاية الحديث الشريف طبعا نهاية الحديث فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بيقول لي أكمل الحديث الشريف يرشدنا إلى يلا نفتكر مع بعض إحنا مراجعينها النظافة وحسن المظهر الاهتمام بالملبس من السياب والنعال وعدم التكبر على الآخرين وعدم إنكار حقوق الناس واحتقارهم بعد كده بيقول لي سالسا الفروع عندي أول سؤال متى فرض صوم رمضان وما الأمور المستحب فعليها فيه طبعا فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة والأمور المستحب فعليها فيه الإقصار من تلاوة الكرآن الكريم وصلاط القيام في ليالي رمضان والإقصار أيضا من الدعاء والاستغفار ومساعدة الفقاراء ومد العون للمحتاجين والضعفاء وإتقان العمل والاجتهاد فيه لأن رمضان ليس شهر كسل سؤال اللي بعده بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطئة أول واحدة بتقول لي تعتبر دراسة الكون شكرا لله لأنها تعمق أو تعمق إيماننا بالله هقول له إيه؟ أيوة صح؟ يبقى تعتبر دراسة الكون شكرا لله لأنها تعمق إيماننا بالله صح تاني سؤال عندي بيقول لي حسن المظهر يضعف العلاقات الاجتماعية طبعا الإجابة عندي هي إجابة خاطئة بيقول لي يزبط سيام شهر رمضان بالشهر الميلادي لا طبعا بالشهر الهجري أو العربي فالإجابة هنا خاطئة بعد كده بيقول لي أكمل ما يأتي من أهم الصفات التي يتصف بها سيدنا عثمان طبعا سيدنا عثمان بيتصف به القرم والشجاعة والحياة رابعا قصة أسماء بنت أبي بقر رضي الله عنها بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد تزوجت أسماء من الزبير لأنه كان ونيا ولا فقيرا ومؤمنا صابرا أكيد لأنه مؤمنا صابرا تاني سؤال عندي أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من الرجال كان عثمان بن عفان ولا أبو بقر ولا عمر بن الخطاب طبعا كان أبو بقر الصديق آخر سؤال عندي في الامتحام بيقول لي لماذا سميت أسماء بزيت النطقين تعني نفتكر مع بعض أنا لأنها أرادت أن تعلق الصفرة والصقاء أن الصفرة هو الطعام والصقاء اللي هو الماء عند رحيل الرسول وأبيها ولم تجد ما تربطهما به ففكت نطاقها وشقته نصفين وربطت بأحدهما الصفرة وبالآخر الصقاء وهي تفعل ذلك فرأها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها أبدالك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة وبكده نكون وصلنا لنهاية مراجعتنا النهاردة إلى أن نلقاكم في درس جديد ومراجعة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته